مع وجود أساس صحيح يجد الكثير من الأزواج والزوجات صعوبة لجعل حياتهم الزوجية تدوم للأبد خصوصا في وقتنا الحالي ومع كثرة الانشغالات وتعبد المسؤوليات اليوم سنتعرف على السر لاستمرار الحياة الزوجية بالتأكيد مشاهدين رحب معكم في الستوديو بالدكتور أحمد المسند مستشار تربوي واجتماعي أهلا وسهلا فيك دكتور أحمد أهلا وسهلا حياكم الله بنات وعودي وندأ حياكم الله أهلا وسهلا والله يجعله إن شاء الله مساء مبارك ونمسي أيضا على الجمهور الكريم وفريق العمل اللهم من دكتور أحمد يعني قاعدين نتكلم حتى في المقدمة المكتوب الوضع اللي إحنا قاعدين نعيشه الآن الحياة اللي إحنا قاعدين نعيشها الآن الشباب انقسموا قسمين شباب وبنات ليش معد إحنا زي قبل اللي الزوج لما يتزوج زوجته أو الزوجة تاخذ زوجها يحط إيده على راسها اللهم أعطيني خيرها وكفيني شرها ليش الآن صار عندنا معايير للزواج لازم كل واحد سواء كان رجل أو مرأة يمشي فيها معد في البساطة اللي إحنا نعيشها من قبل حلو جميل إحنا دائما ترى لما نرجع للدين نرجع لطريقة حياة سليمة وصحيحة في حياتنا لذلك الله عز وجل على أطاء وأوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم محمد الحياة السليمة الزوجية فانتوا عارفين الحديث الشهير اللي رويه سيدنا أبو هري رضي الله عنه عن نبي صلى الله عليه وسلم وهو في البخاري مسلم يوم قال تنكح المرأة لأربع وأكد في نهاية الحديث أنه على الدين لما نتكلم على الزوج لما يتقدم النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أرشدنا في حديث آخر إذا أتاكم من ترضونا دينه وخلقه اشترط الدين والخلق وقال من ترضونا يعني أنتم اللي بتقدم لكم تسألون عنه وهذا الدين لما نتكلم عنه الآن ما نأخذه بالمفهوم أنه رجل متدين فقط أنه صاحب دين نقول هذا رجل متدين لا الدين عنده أقسام عندنا الدين السلوكي عندنا الدين الانفعالي عندنا التدين المعرفي عندنا عدة أنواع يعني وأشهرها حنا ممكن نقول ثلاثة أنواع اللي هو الكم وعندنا النوع اللي هو الكيف لكن لشان أجاوب على سؤالك أنا أستطيع أن أقول أن الزواج اليوم أستطيع أن أقول 50% شكل و50% فكر الناس الآن لما الشبي يتزوج يركز على صفات الجمال يقول أنا أريد واحدة جميلة وينسون قضية الفكر هذا البنت كيف يكون فكرها كيف يكون أخلاقها تعليمها تربيتها ينسون هذا الجانب فبالتالي يحصون انصدام كذلك بالنسبة للبنت البنت ساعة تتفكر ترى في موضوع الشكل بالنسبة للولد يهمها الجسم الخارجي يهمها الجم والعضلات والأشياء دي وبعد ما تتزوج تنصدم وتشوف أن هذا فكره جدا ما يناسبها نهائيا فبالتالي يحدث طلاق مبكر أنا أذكر جتني حالة في المركز بنت عندها طفلين يعني هذه بنتزوجة عندها طفلين بعد ما تكلم زوجها قال أنا ودي تحاول أن تبقى معي هي رافضة و تبغى الطلاق بالخل بعد ما كلمتها و ما تتجاوزت الثلاثين صغيرة حتى تزوجت صغيرة و أنجبت صغيرة قلت لها لازم يا بنتي تصارحين أن السبب الحقيقي بعد زواجك الآن أربع سنين و أنتوا تقولين لا أنا ما أحبه و ما أبيه فيه قالت لي بصراحة أنا الآن في سبب السوشال ميديا والانفتاح أبحث على الجسام الحلوة فشفت جسم حلو و زوجي جسم سيء ولا هو جسمه مرتب ولا شيء وبالعكس و بدين و هذا السبب اللي خلاني و أصرفت على نفسي مع هذا الشاب المجسم و وعدني بالزواج و أني ممكن أتطلق و أتزوج منه طبعا عالجنا المشكلة بطريقة ثانية مختلفة لكن إحنا نرجع و نقول أنه الزواج له ركنين الشكل 50% و الفكر 50% أنت لما تشوف البنت و تعجبك و أنت عجبها انطلق للمحور الثاني و هي تنطلق للمحور الثاني تبدأ عملية الأسئلة كيف نظرتك للحياة كيف نظرتك للتعليم كيف نظرتك للمرأة كيف نظرتك للعمل و تبدأ نأخذ و نأطي معاه و لحد نعرف هل هو مناسب فعلا و فكره صحيح و مناسب لي و لا طب خلانا نتكلم من جانب الحب يعني لو أنا أحب زوجي هو يحبني أكيد رح أتغضع عن أشياء كثيرة مع الحياة الزوجية هل الحب اليوم في نظرك أنه كافي أن يكون فيه علاقة زوجية ناجحة و مستمرة طبعا علماء النفس و اشتركوهم علماء الاجتماع أن الحب وحده غير كافي أبدا ممكن أن تكون الأيام الأولى و السبيع الأولى يمشي فيها الحب لكن الحب يحتاج إلى حاجة تنميه و ترعاه لو نبتة تخيلنا زرعناها و جبناها حلوة مثل النبتات الموجودة عندنا في الاستيديو الطبيعية و ليست الصناعية تحتاج موية و تحتاج شمس و تقليم إذا إحنا ما نقلمها و لا نعطيها سماد و لا نعرضها للشمس و لا نعطيها موية بالتالي حيضخر عليها نوع من أنواع المرض و التعب و الاصفرار و بالتالي ممكن تموت نفس الشيء بالنسبة لحياة الزوجية الحب وحده غير كافي أبدا الحب يحتاج الاحترام و التقدير يحتاج التغافل يحتاج أمور كثيرة يحتاجها الحب علشان ينمو و يكبر أما الوحده بس الحب و سوء أخلاق أو تقصير فيه أشياء ثانية بلا شك أن الحب يتلاشى لذلك احنا نجد الزوجين في بداية الحياة الزوجية و مبسوطين و سعداء و فجأة نبدأ يبتعدون عن بعض طرف واحد يبتعد عن الآخر الحد ما يجي مرحلة يقول أنا ما استطيع يعيش مع هذا الطرف ليش السبب؟ نرجع السبب بسبب الأخلاق و بسبب التعامل تلاشى هذا الحب للمفترض أن ننميه مع الأسف تلاشى و انتهى جميل طيب دكتور أحمد لما نتكلم عن مقومات الزواج الناجح هل هناك يريد مقومات؟ بلا شك أن الزواج الناجح له مقومات كثيرة جدا احنا ممكن ذكرنا قبل قليل منها قضية التغافل قضية التنازل أن يقدم تنازلات ملازم الزوجة هي اللي تقدم ولا الزوجة اللي لا مرة أنا مرة هي يعني الواحد ما يشدد في هذا الموضوع أخذوا عطا بالضبط من أهم الأمور اللي النجاح الزواج أنه ينجح يكون فيه الاحتراب والتقدير لكم أن تتخيلون جريت اختبار استبانة على مئة بنت مقبلة للزواج في المركز وحطيت لهم عشر أسئلة وقلت أبيكم يا بنا تترتبوا لهذه الأسئلة على حسب أنت رغبتك أنت قررتي الزواج بسبب حبك للأطفال تبين تنجبين حبك للمال حبك للبحثك عن الحب والحنان بحثك عن وحطيت لهم أسباب كثيرة جدا من ضمنها حطيت علشان الاحترام والتقدير الزواج حاجتي فيه أبي احترام وتقدير زوج احترمني وقدرني طلعت المفاجأ بالنسبة لي 75 من البنات عفوا 95 من البنات قالوا الاحترام والتقدير وحطوا رقم واحد رقم واحد حطوه ففعلا مقويمات الزواج الناجح اليوم أن الشريك الحياة يحترم شريكه ويقدره ويعطي قيمته ولا يسخر منه ولا يستهزئ فيه ولا يعطيه القيمة اللي هو يستحقه وأن اختلفت وجهات النظر لأنه ممكن أنا مثلا أحب الكرسي هذا اللون الأحمر شريك حياتي ممكن لا يحب لون مختلف ثاني هذه وجهات نظر إيش المانع لما نختلف في وجهات نظر أن نحكب ناس تانين آخرين إذا كان الشي مشترك بيننا ما صير أنا نرجسي أو أحادي في رأيي صحيح طيب أنت ذكرت الآن الاستبيان وحددت فيها حاجات البنت إيش هي تحتاج بعد الزواج متى أنا أعرف أني أنا أبي أتزوج لحاجة ومتى أعرف أني أنا أتزوج عشان الزواج وهل عيب لو أنا اليوم تزوجت عشان أنا محتاجة المادة أو الحب أو أي شيء من هذه الأمور جميل جدا هي الفكرة أنا في رأيي اليوم أن البنت بعد ما تنهي التعليم تقبل على الزواج يعني قبل التعليم أنا وجهة نظري أنه التعليم الآن أساسي فأنصح كل بنت اليوم أنها تواصل دراستها بعد ما تخلص دراستها الجمعية على الأقل خلاصية الآن في قضية الزواج هي حرة بل بالعكس لها حرية الاختيار التام وفي عملية الدراسة إذا جاءها الكف اللي يشوفون أنه هذا ما رايح يتعوض وأنه إنسان مثالي رائع جدا هم يعرضون عليها ويحاولون أنهم يعلمونها أن هذه فرصة ذهبية لكن إذا أصرت على تعليمها وهذا اللي أنا أراه أرا أن التعليم الآن سبب رئيسي وممكن أن يقولوا له إذا كان هو جاد يقولون البنت بتكمل تعليمها هذا بتنتظر ما في إشكالية في ذلك هذا من جهة الجواب الأول في قضية أنه التعليم يعتبر رئيسي اليوم بالنسبة للفتاة بالنسبة للأشياء اللي أنا ذكرتها اليوم هي البنت تقرر في داخلها أشياء كثيرة البعض تقول والله أنا بسافر أنا من النوع اللي أحب السفر والترحال فبعد ما تتكلم معاه تقوله يعني أنت كيفك بالسفر تحب السفر ولا لا إذا قال والله أنا لا ما أحب السفر وجدت نقاط قوة عنده أكثر من نقاط الطاعف يعني هنا هي تستطيع أن تصنع قرار اللي قبله شوية قلنا لا لا إحنا قلنا في حاجات كثيرة جدا أنا رتب الأولويات المبترض البنت تأخذ الأولويات عندها وبعد ما تأخذ الأولويات بعد ما يقولون لا لا هذا هو الشخص إحنا سألنا عنه والفكر فكره جدا ممتاز ورائع باقي عليك أنت تقررين تتقبلين فيه ولا لا بعد ما هي شافته قالت أبغى أحكي معاه وتكلم معاه سواء تلفونيا أو غير ذلك بعد ما صار التواصل شافت أنه هو المناسب عن طريق الأسئلة الموجودة اللي احنا قلنا قبل شوي العشرة للأسباب يعني مثلا إحنا لما نتكلم عن حاجتهم إلى الأطفال اليوم الزوج كيف يعرف في الشهر الأول من الزواج كيف يعرف أن زوجته هذه تبغى أطفال هو مقرر أنه بعد سنتين يكون الحمل لكن هو يوم شاف البنت هما طلعين أي مكان أي طفل تشوفه تقوله هذا كيف تلعب معاه هذا دليل أن البنت تبغى تصير أم بدليل حبها الشديد للأطفال اللي ظهر بطريقة تلقائية منها فبالتالي لما الزوج يقول لها سنتين ويتقول لها أنا أبغى تصير وقت مبكر المفترض يلبي هذا الاحتياج لها إذا كان فيها التوافق المطلق بينهم بين الزوج والزوجة صحيح طيب دكتور نسبة نجاح زواج الأزواج اللي ما يتناسبون في المؤاحلات كم تقريبا؟ برضو نحن نقول الدراسات للمتخصصين في علم النفس وعلم الاجتماع الأكثر منهم الأكثر قالوا أبداً هذه غير صحيحة قضية أنه مثلاً واحدة معها دكتوراه واحد جامعي أو العكس قالوا واحدة واحد معه دكتوراه وزوجته جامعية أو ثانوية أو أقل من ذلك قالوا أبداً الشهادات عمره ما بنت البيوت الشهادة العلمية اللي يأخذها الإنسان وتأخذها المرأة هي ما تبني البيت اللي يبني البيت العلم اللي تعلمه الإنسان العلم اللي فعلاً رفع من قدره من قيمته وخلاه أكثر إنساناً في تعامله واحترامه للآخرين يوم قبل زوجك ما يأخذ الشهادات كان يعملك مثلاً بعوم أو بقسوة أو ممكن يتلفظ ألفاظ أو سريع الغضب المفترض يوم تعلم صار عنده كنترول على نفسه صار عنده رقي في التعامل أكثر والزوج الناجح والزوج الناجح اللي لما يتعلمون يعلمون شريك حياتهم يعني يرقون فيه يأخذونه بيده ويطلعونهم فوق مو هو يقول لا أنا الآن أنا أصبحت بسبب العلم اللي تعلمته لا هي ما تناسبني وتجيين بعض الأحيان قضايا أو أسئلة من رجال أو من نساء يقول يعني والله هي تقول وتقول يعني أنا الآن أخذت الدكتوراه وحاس أنه مو مناسب لي فأبغى أن أفصل عنه أبداً أنا أعرف أنه هذا العلم اللي تعلمته ما فادها هو ضرها حقيقة لو نفعها كان أخذت بيد زوجها اللي عندهم أطفال وعايشين سنوات كان ارتفعت ورفعته معاو بس اسمح لي دكتور هي من البداية كذا شخصياتها ما أنا دخل العلم بس هي كانت تنتظر اللحظة المناسبة ندقذ الكلام إذن هذه خارج الحسبة هذه العلم ما فادها نحن نتكلم على الفئة ذولة ذولة ما فادوا من علم لكن اللي يجون يتحججوا لي سواء رجل ولا مرأة يقول لي أنا مثلا نفرض أنه رجل يبيتزوج ثانية ليش بتتزوج ثانية الزواج الثانية يخط مشاكل الزواج الثانية إذا كان ما عندك أنت احتياج زوجتك ما انجبت أطفال والعيب فيها الآن أنت بتتزوج ما راح أقول لك شي لكن أنت عايش مبسوط وعايش سعيد ومجرد فكرة واحد قال لك لا أخذ وحده تناسبك أكاديميا علشانك وصلت مرحلة علمية وهذه ما تناسبك هذا قرار مئة بالمئة أقول لهم خاطئ مو صحيح ولو زوجتك أنت تقول عليها أنها ما ارتقت يا أخي أنت رقيها أنت خليها تتعلم زيادة طيب الأنبياء والرسل معهم شهادات ما معهم شهادات والصحابة اللي فتحوا العالم وأخلاقهم بأخلاقهم بس الناس كانت تتكلم وأثروا على الآخرين هذا لب إيش بسبب العلم العلم يرفع الإنسان لذلك العلماء الله عز وجل ذكرهم في القرآن وأن الله يخشى من عباده العلماء كل ما ازداد العالم أو الشخص علم كل ما كان أكثر خشية لله وكل ما كنت أكثر خشية لله كل ما كنت أكثر للشريك حياتي اللي عايش معاي أني أخاف أني أظلم وأخاف أني أخطي لا علمي بيخليني أقترب منه أكثر وخليه أكثر رقي معي في حياتي هذا مفهومي للشهادة هنا فالشهادة ما تدخل ولا تبني الاحترام والتقدير وإنما الشخص نفسه اللي يتعلم هو اللي يرقي ويكون أكثر احتراما وتقديرا وهو اللي يتغافل أكثر ويتنازل أكثر ترى هو اللي يتعلم هو اللي يحص المراتب أكثر وخلق أعلى ما يعيب شريك حياته اللي تعبت معاه وسافرت وسهرت وقدمت وكل شيء عليه وبالنهاية يجي يقول والله هي ما تناسبني أنا بدور واحدة تانية تناسبك يا سلام يعني حياتها اللي هي جلست معك والسنين اللي كانت تقدم لك في آخر لحظة تيجي تقول وكذلك ترى بالنسبة للمرأة أحيانا المرأة الرجل يضحي ويمشي وأنا عارف رجال ما شوفها في نساؤهم حتى خلصا وبس ما خلصا جاءت الفكرة اللي ذكرتيها قبل شوي وقلتي عليها أن ترى هي من الأساس بس تبغى تنال هذا الهدف يوم نالت هذا الهدف أنا أقول الحمد لله أحمد ربك أنه صرت وانفصلتوا لأنها ما تناسبك من البداية أصلا لكنها يعني وقفت هي حتى تأخذ الهدف والرجل نفس الشي فلعلها رسالة تصل الآن ولكل الناس اللي قاعدين يسعون إلى العلم ويسعون إلى المعرفة أو إلى آخرة أنه هذه المعرفة إذا ما تغديكم سلوكيا وتغدي أخلاقكم ما رايح تفيدكم أبدا صحيح أتفق معك قلنا نتكلم عن الجانب النفسي إحنا كلنا نعرف أن المرأة تمر بتقلبات نفسية بسبب الهرمونات أو غيرها من هذه الأشياء كيف ممكن الزوج يتصرف لما المرأة تمر بهذه التقلبات؟ جميل إحنا طبعا في الدورات اللي قدمها للمقبلين والمقبلات للزواج نذكر لهم مثل هذه الجوالب للشباب خصوصا نعلمهم عن الجسم المرأة وما يعتري من هرمونات وغير وما كتب الله على نساء حوى من الحيض وإلى آخرة فنبين لهم هذه الأشياء والاعتلال المزاجي كيف يصير وتغير المود لأنه ما يفهمها الشاب في الغالب ما يفهمها حتى في الأمور البسيطة يعني إحنا نتكلم معهم لما تركب معاك بالسيارة لا تحس أنها مثلا هي لما تكون أختك ممكن تكتم لكن زوجتك تبلغك لما تجي مطب صناعي وتأخذ بقوة بسرعتك وإلى آخرة نبلغهم ونقول لا أنتم لازم تعرفون أنه هذا يتعبها ويضايقها النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى الرحلات وهم راجعين والنساء على البعارين وفي الهوذج والرجال المشون على الأرض يوم بدأ يحدي بصوته الجميل الحادي المنشد قالوا يعني إنشدنا يحدي وبدأ يحدي الإبل طربت لذلك الصوت الجميل للحبشي وبدأت تمشي بسرعة فقالوا على مهلك يعني على مهلك هدي ترى فوقها قوارير فوق هذه الإبل يعني أنها بتتكسر هذه الفوق الإبل النساء شباهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقوارير هذا دليل على الحس اللي موجود عند المرأة وأنه يجب أن الرجل يرعيها ويهتم للكلمة أنت مع أصدقائك تقول أي كلمة عابرة والرجل ممكن يمشي الكلمات ذول لا المرأة توقف نهيك عن نمط الشخصية اللي تتمتع فيه السيدات أكثر من الرجال اليوم النساء نمطهم أكثر هم حساسات أكثر نادر ما تحصلين أو تجدون مرأة ما هي حساسة في الغالب المرأة حساسة في نظرتها حساسة في كلمتها حساسة في لمستها في كل شيء هي حساسة فمهم جدا أنه اليوم فعلا اللي يتزوجون يهتمون في هذه المرحلة إذا ما كان الأب والأم يتكلمون معهم ويفتقفونهم لازم يهدونهم يحثونهم على المسجل في الدورات في المراكز اللي تنمي الشباب اليوم والبنات تعلمهم الحقوق تعلمهم المسؤوليات اللي اليوم نجد بعض الشباب ممكن يتزوج هو ما عارف لا حقوق ولا مسؤوليات بالنسبة للزوجة والموضوع السهل عنده فما يدري إلا قاعد يقصر في هذا الزواج وكذلك البنت لما تتزوج اليوم يزجون فيها هم ظنن أن الزواج يعني زي ما نقول فرس أبيض وحتطلع وتسافر وتجي حقق أحلامها كلها بالضبط وهي ناسية الحقوق والمسؤوليات بالنسبة للزوج طب دكتور خلينا نتكلم عن اللي سبق لهم تجربة فاشلة في الزواج أو تجربة سيئة خلينا نقول كيف ممكن أنه يطلع من هذه التجربة السيئة بحيث أنه ما تأثر عليه في زواج الجديد حلو إحنا ممكن نستبدلها ونقول تجربة غير ناجحة أفضل أنت أحسنت يوم قلت لي لا مو فاشلة استبعدتها أشكرك عليها فهالأشخاص اللي مروا في تجارب وما كانت ناجحة حقيقة وسبب عدم نجاحها إما الأختيار يعني الفكر اللي حنا قلنا عليه في بداية الحلقة أو بسبب يعني التغيرات اللي قاعدة تصير عندنا اليوم قبل الاستوديو قبل ما نطلع على الهواء طبعا ما شاء الله عليها كانت تتكلم معي وتقول لي على موضوع اليوم السنابات اللي قاعدة تصير والسوشيال ميديا وكيف يطلعون يتكلمون لا شك أنه فيه فئة من هالنوعية ذول يخربوا اليوم الحياة الزوجية وصاروا يقارنون وسووا يسوون حاجات يعني عجيبة غريبة في قضية الحياة الزوجية وصار الزوج يتأثر في ذا هالأشياء والزوجة تتأثر في هذه الأمور لكن إذا وجد إن الإنسان الطبيعي والطبيعية تزوجوا وكان فيه اختلاف في الطبع إنهم ما كان فيه محبة بينهم وانفصلوا انفصال مدني وحضاري مو مشاكل ومحاكم لا اتفاق إنهم ينفصلون بهدوء والعوائل جدا متفهمة لهذا الموضوع ولا سمحوا للبنت إنها تتكلم بسوء ولا للولد إنه يتكلم بسوء بهم جدا اليوم رسالة نتكلم فيها للأباء والأمهات العقلاء اليوم ونقول لهم إذا جاءت بنتكم طلع عيوب في الزوج ولا تقول فيه شيء نقول لهم خلاص أنت محبتي خلاص انتهى الموضوع لا تقدر يتكلم عن الولد الناس ونفس الشيء هو لما ما يحب ما يجي يطلع يقول والله هي تسوي كذا هي تعمل كذا أنت محبت خلاص إحنا نحترم هذا الشيء ونقدر هذا الشيء الرحمة والمحبة اللي ما وجدت بينكم وانتم حاولتوا الأيام والأسابيع ولا وجدت خلاص عندنا شيء اسمه الانفصال الحضاري والطلاق المدني نحترمكم وتبقى الأسر محترمة وكل حاجة والله بوفقك وبحثة ثانية كثير من الناس اللي ممكن انفصلوا وما كان انفصالهم حضاري ولا مدني ولا ركزوا على أشياء سلبية وفخموها وكبروها في الغالب في الزواج الثاني ما يتوفقون حتى وإن طال سنة سنتين ثلاث إلا تصدر المشاكل منه فلذلك هي رسالة حقيقة أنه طبيعي إن الإنسان ممكن ما يتوفق بالزواج لكن حنا يهمنا قضية الطلاق اللي نقول عليه المدني والحضاري لذلك صحابة النبي صلى الله عليه وسلم رسموا صور جميلة وفهموا القرآن وعقلوه وطبقوا ما فيه تماما في قضية الآيات اللي نزلت في قضية الطلاق وكيف أنا أحترم طليقتي وكيف طليقتي أيضا تحترمني بأدب وباحترام وبتقدير أنه ننفصل لذلك زينب السيدة الجليلة عندما أتت وهي أم للمؤمنين عندما أتت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت لا أعيب عليه شيء زوجي ما أعيب عليه ما فيه أي عوب لكن يا رسول الله أنا ما حبيته قال تردين عليه صداقه قالت وزيادة من شدة أنه ما فيه حب ما تبغى تعيش معاه لكن تحترم مرأة جليلة ما فيه أي عيب ما أخطأ عليها لكن ما حبيته فقالت ردين الصداق جلت نعم وزيادة يا رسول قال أما زيادة فلا فردت عليه الصداق المهر اللي هو دفع وردت عليه وتم الطلاق لذلك نحن ننادي اليوم بالأزواج اللي توهمت زوجين حديثا وما حصل بينهم المحبة مو بضرورة تبحثون على مشاكل أو تبحثون على صور على شيء تقولون للآخرين أو حجج أننا بنطلق على الشيء الشيء الفلاني لا كنوا جارئين جدا وقولوا والله بالعكس هي ما فيها شيء لكن احنا اتفقنا على الانفصال ما نحس أن نكمل مع بعض غلط ما حبينا بعض وعطينا فرصة للمحبة لكن ما حبينا بعض هذا هي الصورة المفترضة أنها تظهر اليوم بشكل جميل ورائع أيضا من الأشياء اللي تسبب مشاكل هي لما تكون علاقة طويلة مثلا سنين مع بعض وهذا الشيء يسبب لهم روتين ممل كيف ممكن الزوجين اليوم يكسرون هذا الروتين سؤال جدا رائع شكرا لك احنا نقول فعلا ممكن أن الروتين يسبب ملل لكن ما نخليه عذر أنه دائما لازم الزوج ولا الزوجة أحيانا يخلقون أجواء أنهم يطلعون أو يوم ذكرتي قلتي العلاقة طويلة يعني علاقة طويلة معناته نتج عنها أطفال والأولاد الذولة ممكن كبروا ممكن الأولاد أيضا يلعبون دور كبير جدا في تغيير جو الأسرة وإيجادها احنا نتكلم عن كسر الروتين اليوم بالسفر إلى أي مكان حتى وإن كان سفر ديني يروح إلى مكة أو إلى المدينة هذا نوع من أنواع السفر ممكن يكون في التمشي والطلعة الخفيفة ترى نوع من أنواع السفر وبالمناسبة من لغة الحب اللي يعبر عنها الرجل اليوم الزوجته وهي مثلا كبيرة واللي هي تقول أنا ما أعرف هو يحبني ولا لا إذا صار زوجك لما يكون الجو جميل وتنزل الأمطار يقول اتجهز ونو نطلع الكوفي يتجهز ونو نطلع برحلة ولا حاجة ترى هذا دليل على الحب ودائما أنا أكررها لغة الحب عند الرجل هي أفعال لغة الحب عند المرأة في الغالب هي أقوال هي تبقى العواطف والأقوال أكثر الرجل لا دائما هو يفعل ما يعني ما يقول أنا تكلمت في بداية الحياة الزوجية وعلمت كني أحبك وعلمت كمية الحب اللي موجودة عندي فتبدأ يترجمها عن طريق الأشياء اللي تبيها يجيب لها مثلا الأكلة هي تحبها يجيو يشتريها ودائما يقول تفضلي هذا تقدير للحب بس ما قال لها ترى أحبك تفضلي هو جابها مجرد ما يجيبها يجب أن تفهم أن لغة الرجل لغة فعل ما هي لغة كلام بس يتكلمون كلام الرجال لا الرجال في الغالب هم يميلون إلى الأفعال في طريقة تعبيرهم للحب طيب دكتور بعض الأزواج ينتهي بهم الطلاق بسبب الضغوط المالية إيش ممكن الحلول اللي تكون موجودة علشان ما ننتهي للطلاق هو اليوم اللي قاعد يصير عند بعض الناس اللي يرددون وعندنا ضغوط ضغوط لو جينا لها الضغوط نجد أن سببها أنه ما في جدولة عندهم أساسا وأنه يعني إصرف ما في الغيب يأتيك ما في الجيب وإصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب ورددون مثل هذه الجمل والحكم وما يعرفون اللي قبل نهاية الشهر أنهم منتهيين وأحيانا ممكن القروض قرض وراء قرض هو يأخذ السبب أو الغير السبب أحيانا فيه سبب أنك تأخذ قرض مثل تشري بيت مسكن لك هذا سبب وجيه ورائع جدا لكن أحيانا ممكن قروض ما لها أسباب وجيها في حمل نفسه ما لا تطيق المرأة العاقلة اليوم لما تشوف زوجها قاعد يتورط في أشياء مالية 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 تتعرف أنها تكون تعاسة إذا تكرر هذا الفعل يعني نصح مرة ومرتين وثلاث وهو مستمر مستمر هي عليها أن تعلن يعني مثل لما نتكلم اليوم عن الزوج النارجسي الزوج النارجسي متعب ممرض للمرأة في الحياة الزوجية المفترض في قرار مبكر أنه ترحل وتنسحب عنه مهما كان لأنه رايح تتعب نفسيا وجسديا ونحن عارفين اليوم أنه في عندنا أمراض تسمى نفس جسدية يعني هي من النفس أساسا تعلمت النفس أرسلتها إلى الجسد صار الإنسان عنده قلون عنده صداع مزمن عنده رقبة عنده كاتف يروح المستشفى يسوله تحاليل وقلوا أنت سليم أنت ما فيك شيء لا هو في شيء وهي فيها شيء بسبب الأعلام النفسية الموجودة عندها والتحمل التي تحملته فوق طاقتها سبب لها المرض التي ترجم على شكل الجسد اليوم يقولون أن هناك أمراض خطيرة السرطان صلى الله الجميع أن يعافي من أصيب وأن يحمي الجميع من هذا المرض أنه سبعين بالمئة بسببه أشياء نفسية نفسية نحن نتحملها فوق طاقتنا إذا كان الله بالقرآن يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إذا كانت أم المؤمنين زينب رضي الله عينها يوم دخل النبي صلى الله عليه وسلم مسجد في المدينة وجد حبل مربوط بين عمدين مثل اللي ورائده مربوط فيهم حبل قال النبي صلى الله عليه وسلم لي من هذا الحبل قالوا لزوجتك زينب يا رسول الله قال زوجتي زينب وليش ربطته قالوا يا رسول الله أنت تعرف هي تحب الصلاة في الليل و لما تصلي في الليل تتعب فما تحب تجلس تبقى تصير واقفة تتصلي خلفكم في رمضان تكون واقفة قال حلوه فكوه إن الله لا يمل حتى تملو ما يكلف الإنسان فوق طاقته هذه في الأشياء التعبدية الدينية ما نكلف أنفسنا فوق طاقتنا عامة وفي الحياة فأنا ما أجي وأقول لنفسي لا أنا بصبر أنا بتحمل وهو كل شوي يأخذ دين وكل شوي يأخذ دين وأنا اللي أبتلش فيه كزوجة مثلا لا ياب يتعدل وبيزين وينضبط ويسمع النصائح والإرشادات من الناس المتخصصين ولا يبديني بالنهاية أنا وأولادي في متاهات غريبة جدا فمهم جدا أن عملية الديون وعملية غيرها من المضايقات اللي احنا ذكرنا منها الاضطرابات اللي ممكن تصيب الناس وهم ما بقدرين يتعالجون منها أو نتكلم على الكحوليات أو المخدرات اللي الزوج اللي ممكن مو براضي يروح المستشفى ويتعالج هنا نقول لزوجة أنت قاعدة تحملين نفسك حتى لو عندك أطفال لا أنك بالنهاية ممكن تتعبين وممكن يجيك أمراض أنت بسبب أنه كل يوم داخل عليكم في مشكلة في مشكلة فمهم جدا أنه فعلا أن نساعد المرأة باتخاذ قرار سليم أو الرجل إذا كانت المرأة نفس الشي عندها مشكلة من المشاكل أن نتخذ قرار سليم في مثل هذه المساعد شكرا لك لو تواجدك معنا اليوم شكرا على هذه نصخائح العظيمة اللي قدمتها لنا اليوم أهلا وسهلا أنا ليسعيد معاكم والله يجعل اللقاء سعيد ومثري للجميع شكرا لكم وشاهدين بعد الفاصل أسباب الإصابة بالتوحد وما هي أحدث الإجراءات للكشف عن في سن وبكرة اشتركوا في القناة